الأستاذة والكتابة الصحفية الأستاذة حنان شمان يعني لها كلام كتير جدا عايزة تقولهلنا النهاردة عن الساحر محمود عبدالعزيز الله يرحمه أستاذة حنان صباح الخير على حضرتك الصباح الخير يا أستاذة إزاي حضرتك حزينة زي مصر كلها نمنع على خبر قد يكون البعض كان متوقع طبيا لكن يظل أن الممثل بشكل عام بيفضل عايش لأن أعماله بتفضل موجودة حدود أن يوحشنا أن نشوفه في عمل جديد كنت بتقولي أنه مصر حزينة وأنه المصريين يعزوا بعضهم أعتقد أنه العرب والفن العربي فقد واحد من أهم أعمدته طب محمود عبدالعزيز كان شخص قليل الظهور إعلاميا كان يكون لقاءاته الإعلامية وحتى صحفية محدودة جدا ورغم هذا كان له شعبية عند الناس مش شعبية الإعجاب كان كأنه أخونا أبونا بالنسبة للبعض حتى جدهم لكن برغم أنه ما بيظهرش وما بيتكلمش وما بيطلعش في اللقاءات تلفزيونية أو صحفية هنا يبدو السؤال ليه؟ واحد إحنا ما بنشوفهش كتير أو يعني الجمهور ما بيتعاملش معاه ما سمعهش بيتكلم على أولاده ما سمعهش بيتكلم عن أفكار وأحلام وأعماله بشكل منكسف طب ليه بتحس بالحميلية دي مع محمود عبدالعزيز الله يرحمه الله يرحمه لأنه عمله كان حميّا لأنه كان قريب حسين كأننا نعرفه هنا بيبقى الفقدان عالي أو الإحساس بالفقد عالي محمود عبدالعزيز من جيل للأسف الشديد لم يعد موجود منه إلا واحد ربنا يدي له الصحة أو البعض يعني يمكن ربنا يدي له الصحة الأستاذ محمود ياسين والأستاذ فروق الفشاوي يمكن أصغر شوية لكن هذا الجيل يكاد يكون يعني من النجوم ابتدى يرحل عنا أعتقد أنه العرب كلهم يأسماء محتاجين أنه هم يعزوا في محمود عبدالعزيز أنا مبارح من اللحظة اللي ظهر فيها الخبر اللي حكلم على نفسي بشكل شخصي أكمل من الأصدقاء العرب أرسلوا لي سواء عبر الإيميل أو وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أكتر من المصريين طبعا طبعا يعني كلم التعادي والفتنة قيمة للوطن العربي كله ما كنت بقول والأستاذها حنان أنه إحنا الوطن العربي ما كانش يعرف يعني حاجة غير الفن المصري الفن المصري وقيمة الفن المصري والفنين المصريين وما زالت وما زالت طبعا أكيد يعني يعني برغم احترام لكل الأنواع الفنون اللي بتقدم طبعا طبعا وهم يقدموا ويسعوا لتقديم الأفضل لكن ما زال الفن المصري والفنين المصريين بأجيالهم المختلفة يمثلوا حالة خاصة بالنسبة للعربي من المحيط إلى الخليج طبعا رحم الله ربنا يا خامو يا رب ربنا يا خامو وأنا بشكل شخص حيوحشني يعني قفة دمه وقدرته على السخرية في أحلك المواقف ولكن نعزينا لا يعزي أهله الحقيقة شيء إلا أنه ده قدر الله لكن يعزينا احنا كمشاهدين الأعمال اللي هتفضل دايما الأعمال اللي هتفضل موجودة يكفي يعني طبعا عشرات من الأعمال مئات من الأعمال لكن الحقيقة قد يكون الأشهر والأجمل شيخ حسني يعني أحاجات كتير طبعا والله أستاذ حنان يعني 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 بشكر طبعا حريكي وبعزيكي جدا جدا وبعزي كل المصريين طبعا يعني أستاذ حنان شمان الكاتبة والصحفية والناقضة الفنية